أعلن الرئيس الفلبيني رودريغز دوتيرتي استعادة مدينة مراوي من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد معركة استمرت خمسة أشهر ضد مسلحين موالين للتنظيم في المدينة الواقعة جنوبية البلاد وأودت الحملة بحياة أكثر من ألف شخص وشردت أربعمائة ألف آخرين وتسعى القوات المسلحة الفلبينية إلى انتزاع الجيب الأخير الذي يسيطر عليه المسلحون فيها حاول أن يضخ دماء جديدة في شرايينه التي قطعت أوصالها في الشرق الأوسط فكانت خطته البديلة في منطقة مراوي جنوب الفلبين بعدما فشل تنظيم الدولة الإسلامية في البقاء وتحقيق حلم دولة الخلافة اختار أن يتبدد على مقربة من بحر الصين لكنه سرعان من هزم من جديد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يعلن عن تحرير كامل مدينة مراوي بعد خمسة أشهر من المواجهات مع ناصر تنظيم الدولة وبعدما أكدت وزارة الدفاع مقتل من يوصف بأمير التنظيم في جنوب شرق آسيا إزنيلو أبيلون والقياضي المتشدد عمر موتي بمواجهات مع قوات الأمن وزير الدفاع أكد رسميا مقتل إنسلون هابلون وعمر موتي في وقت مبكر من صباح اليوم في مراوي كما تم قتل سبع إرهابيين آخرين كانوا في مجموعاتهم أشهر من الاشتباكات العنيفة حولت منطقة مراوي إلى ساحة قتال شرسة تم على إثرها إجلاء أكثر من نصف مليون شخص معركة لاقت انتقاضات عديدة خاصة بعد فشل الجيش الفلبيني من حسمها بشكل سريع في ظل مشاركة أكثر من ثلاث آلاف جندي في القتال في منطقة لا تتجاوز مساحتها الثماني والثمانين كيلو مترا مربعا في الوقت الذي يحارب فيه الرئيس الفلبيني عصابات المخدرات وأفراد من الحزب الشيوعي رأى في الخطر الذي يشكله التنظيم أولوية له مضيفا بذلك خسارة جديدة إلى مسلسل الخسائر المتتالية التي تواجه التنظيم ليبقى التساؤل مطروحا حول البقعة الجغرافية المقبلة التي سيختارها التنظيم بعد مراوي ترجمة نانسي قنقر